لا حل إلا بالانتخابات التوافق والإطار الدستوري محور التصريحات والبيانات للأطراف المعنية والبعثة الأممية صبر الليبيين آخذ بالنفاذ بهذا وجه رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي رسالته إلى الأطراف المعنية في بيان بمناسبة عيد الاستقلال دعا القادة الليبيين لوضع نهاية للمراحل الانتقالية وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات دعاهم أيضا إلى حل الأزمة عبر توافق وطني وتجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها أن تهدد وحدة البلاد واستقرارها بيان باتيلي جاء بعد ساعات من بيان مشترك لرئيسي مجلسي النواب والدولة تقرر فيه تراجع مجلس النواب عن إصدار قانون المحكمة الدستورية وفقا للبيان غاية الاتفاق الجديد هو رغبة رئيسي المجلسين بإنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية حدث هذا التوافق والتفاهم حول الإطار الدستوري يترافق مع شروط بالنسبة للمجلس الرئاسي قال مستشر رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زيادة غيم إن رئيس المجلس أكد أنه لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي يفصل على حسب أشخاص أو لإقصائه شخصيات بعينها أوضح أن الرئاسي يتفهم القلق المشروعة لفئات ليبية عديدة وشخصيات فاعلة بسبب ما سماها التهميشة أو محاولات إقصاء شخصيات من الترشح والمشاركات السياسية ذكر بمبادرة الرئاسي بخصوص الاستحقاق الدستوري والانتخابات ورفضه الصفقات السياسية يواجه مجلسان نواب والدولة موجة من التصعيد لضرورة التوافق على الإطار الدستوري كان عضاء مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة حول ليبيا وجهوا أصابع الاتهام لرئيسي المجلسين بعجزهما عن القيام بواجباتهما وقصر مباحثاتهما على توزيع المناصب السيادية في الداخل لغة التصعيد بمواجهة المجلسين لم تكن أكثر وضوحة في ملتقى موسع عقد في طرابلس نادى عدد من المثقفين والمشايخ والأعيان بتجميد عمل مجلسي النواب والدولة وطالب حراك دعم الانتخابات المجلس الرئاسي بحل المجلسين والسير نحو الانتخابات أصوات الداخل والخارج هل سمعت لدى رئيسي المجلسين؟ المعلوم الآن أن قنوات التواصل قد تعود إلى مجراها الأولوية المعلنة هي الإطار الدستوري خطوة رئيسي المجلسين المقبلة تحت أنظار البعثة الأممية والمجلس الرئاسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر